مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم نشرة خاصة حول الأداء المطري في مختلف مناطق المملكة لهذا العام والأسباب العلمية لضعفه مشاهدينا بعد الفاصل إليكم التفاصيل حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية بنلاحظ أن الأداء المطري لهذا الموسم يعاني من نقص في كميات الأمطار المفترض أن تكون قد سقطت أو هطلت حتى الآن في هذا العام في أغلب مناطق المملكة كان الأداء المطري أقل من المعدل باستثناء المناطق الجنوبية الشرقية وبعض المناطق الشرقية حيث محطة معان سقطت أمطار ما يعادل حوالي 70% من المعدل العام لكنها كانت حوالي في البادية الجنوبية الشرقية 250% أكثر من المعدل حتى تاريخه وفي معان 309% حتى تاريخه وفي الزرقاء 124% حتى تاريخه لكن المناطق التي تتركز فيها السدود شمال ووسط المملكة تعاني من ضعف في الأداء المطري باستثناء جرش ومأدبة حيث بنلاحظ أنه في مأدبة سقط حوالي 96% في جرش 82% لكن بقية المناطق بنلاحظ أقل من المعدل بشكل واضح إربد 28% من المفترض أن يكون قد سقط حتى الآن وعجلون 59% والصلت 66% عمان 64% الكرك 26% الطفيلة 61% والشوبك 91% وادي موسى 56% العقبي 54% وعمان 64% المفرق 59% البادية الشرقية 92% أما الأنظمة الجوية المسببة لضعف الأداء المطري الأسباب العلمية لهذه الوضعية التي أدت إلى ضعف الموسم المطري لهذا العام باللاحظ أن شمال غرب أوروبا تعرض لمنخفضات جوية وكتل هوائية باردة هذه الوضعية وجود المنخفضات الجوية في غرب أوروبا وشمال غرب أوروبا منع تدفق واندفاع الكتل الهوائية الباردة من شمال أوروبا باتجاه شرق البحر المتوسط وبالتالي منع تكون المنخفضات الجوية لأن ماذا نحتاج لتكون منخفضات جوية في شرق البحر المتوسط؟ نحتاج إلى تدفق هواء بارد من شمال ووسط أوروبا باتجاه المياه الدافئة نسبيا في شرق البحر المتوسط هذه الوضعية تؤدي إلى تكون منخفضات جوية وبالتالي إلى هطول الأمطار وتحسن الموسم المطري إذن هذه الوضعية وجود المنخفضات الجوية في غرب أوروبا منع تدفق الهواء البارد لكن بالعكس أثر علينا طقس مستقر وامتداد لمرتفع جوي وفي معظم بلاد الشام وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وكانت كميات الهطول أقل من المعدل لكن ماذا ننتظر؟ وأيضا هناك تغيير مرتقب بإذن الله في توزيع الأنظمة الجوية في المنطقة عندنا وأيضا في منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط طبعا هذا التغيير يبدأ هذا التغيير مع بداية فصل الشتاء فلكيا اللي هو يبدأ في 22 ديسمبر من هذا 22-12 يعني يوم الخميس القادم بإذن الله يبدأ تغيير في الأنظمة الجوية يبدأ يتشكل في وسط أوروبا وشمال غرب أوروبا وشمال إفريقيا شمال غرب إفريقيا مرتفعات جوية هذه الوضعية تؤدي إلى تدفق هواء بارد إلى شرق البحر المتوسط وبالتالي إلى تكون منخفضات جوية ولذلك نراقب تشكل ما يسمى منخفض جوي فوق تركيا وفي منطقة شرق البحر المتوسط هذه إن شاء الله الوضعية قد تؤدي اعتبارا من يوم الأربعاء والخميس والجمعة إلى تأثرنا بكتل هوائي باردي وإن شاء الله بإذن الله أمطار مما يسمح باستمرار تشكل هذه المنخفضات واستمرار الأمطار بين الحين والآخر بإذن الله إذن هذه الوضعية الجوية المتوقعة إن شاء الله مع بداية أربعينية الشتاء وبداية فصل الشتاء فلكيا إن شاء الله تتغير الأمور وتتحسن باتجاه الأفضل وباتجاه سقوط الأمطار وإنخفاض درجات الحرارة مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهل الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري